ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى صباح اليوم عمل الجلسة التاسعة والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس والتي عقدت عن بعدها بدأت الجلسة بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة وذلك قبل أن يتلوى المستشار وسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى الأمر الملكي رقم 21 لسنة 2021 بفض دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب تلوى بعدها الأمين العام لمجلس الشورى بيان المجلس لرفض الاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى وأكد المجلس على موقف البحرين ودعوة الحكومة الإسرائيلية إلى منع قواتها من التعرض للمصلين في المسجد الأقصى بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي تضمنت تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2020 بتعديل المادة 173 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب المتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون ومن ثم نظر المجلس في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للأمن الغذائي وبعد الاستماع إلى مناقشات مستفيضة من قبل الأعضاء قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على الاقتراح بقانون وبحث المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري وقرر المجلس بعد الاستماع إلى مناقشات ومداخلات الأعضاء الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة